لاختنام الفرص التي ستأتي خلال العقود المقبلة بشكل فعال يحتاج أطفالنا إلى مجموعة جديدة من مهارات القرن الحادي والعشرين ملخص كتاب ما تحتاجه الفتيات كيفية تربية نساء جريئات وشجاعات وقادرات تأليف ماريسا بورغيس بصوت نسرين أبو ديه في كل القطاعات ترسخت فكرة التمييز بين الجنسين مع وضع الأفضلية للذكور وهذا ما يقلق تحديات كبيرة للنساء ففي إحدى الدراسات التي أجريت على ألفي أكاديمي من عشرين جامعة وجد أن الرجال يحصلون على مناصب أكاديمية أعلى من النساء على الرغم من امتلاكهم لنفس الإمكانيات وفي المناصب السياسية فالنساء في أمريكا يشغلن أقل من ربع مقاعد الكونغرس وفي مجال ريادة الأعمال يشغلن حوالي 5% من شركات فورتشن 500 والتحدي الأكبر للمرأة هو الأمومة فكثير من الشركات تشك بقدرة المرأة على العمل بجد بعد إنجاب الأطفال لذا علينا كأهل تدريب فتياتنا منذ الطفولة على أساسيات النجاح التي تمكنهن من مواجهة كل هذه التحديات وهنا سأضح أهم الأساسيات التي علينا كأهل تعليمها لفتياتنا معتمدة على أبحاث العلوم الاجتماعية الفصل الأول منح الفتاة حرية التعبير عن رأيها يساعدها في الوصول إلى النجاح في إحدى المرات قرأت بريداً إلكترونياً من فتاة تدعى جوسيلين من مدرسة ثانوية مرسلاً إلى مدير إحدى الكليات توضح فيه تعرضها وصديقتها لتحرش الجنسي من قبل حريسين في تلك الكلية السؤال الآن هل كل الفتيات يقمن بمثل هذه الخطوة؟ للأسف لا فغالبية حوادث التحرش لا يتم الإبلاغ عنها إن المشكلة هنا ليست بالتحرش بل بعدم قدرة النساء على التعبير بحرية وشجاعة عن آرائهن أمام الجميع وتفسر أستاذة اللسانيات دابورا تانين هذا الأمر على أنه ناشئ من الطفولة فقد منح الذكور منذ طفولتهم حرية التعبير عن آرائهم بينما منعت الفتيات من ذلك فما الحل؟ على الأهل تنمية مهارة التحدث لدى بناتهم منذ الصغر وهي مهارة تحتاج لممارسة وتدريب مستمر في البداية ينبغي تعليم الفتاة متى وأين يمكنها المشاركة بالحديث سواء بالمنزل أو المدرسة فمثلاً بالمدرسة إذا طرح سؤال تعرف إجابته فعليها الإجابة عنه وفي المنزل يمكن إشراكها ببعض المواضيع كاختيار الفيلم الذي ستشاهده الأسرة واستماح لها بالتعبير عن رأيها به وتعليمها التحدث مع الغرباء كطلب وجبة الطعام من النادل فهذا يمنحها الثقة بالتحدث أمام الجميع ولكن ماذا عن مهارة تفاوض التي تتيح لأي فرد المطالبة بحقوقه كيف يمكن تنميتها لدى فتياتنا؟ الفصل الثاني التفاوض من المهارات التي تحتاجها النساء للحصول على مناصب قيادية لطالما تسألت كيف يمكننا تطوير مهارة طرح السؤال الفعال والتفاوض والإقناع لدى فتياتنا منذ الصغر فهي مهارات حياتية مهمة ففي عالم الأعمال يتم منح الأفضلية للذكور لذا على النساء معرفة كيفية المطالبة بحقوقهن دون خوف ليس لأجلهن فقط بل لأجل الأجيال القادمة لعلكم تتساءلون الآن لماذا مهارة الإقناع وطرح الأسئلة مهمة؟ لقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يمتلكون هذه المهارات يحصلون على ما يريدونه من أصحاب العمل ناقشت الباحثتان ليندا بابكوك وصارا لاشيفر أسباب عزوف النساء عن التفاوض ولاحظنا أن غالبية النساء تعتبر التفاوض مهمة ذكورية وكثيرات من واجهن رد فعل عنيف من قبل الآخرين عند محاولتهن التفاوض إذن ما الحل؟ بداية على الأسر تشجيع فتياتهم على التحدث وإبداء الرأي وتعليمهن كيف يتطرح الأسئلة فمثلا عندما تطلب ابنتك شيئا منك اجعلها تقدم ثلاثة أسباب مقنعة لتجعلك توافق على طلبها وأخبرها إن كانت حجتها جيدة أم لا واطلب منها تطبيق ما تتعلمه في المدرسة أيضا فهذا يساعدها على مواجهة حياتها العملية بقوة وينمي لديها الروح التنفسية اقتباس القدرة على المنافسة بفعالية هي ميزة ليست فقط في الرياضة ولكن أيضا في العديد من جوانب الحياة الأخرى الفصل الثالث تشجيع الفتيات على المنافسة يساعدهن على تحقيق أهدافهن احت المشاكل التي تواجه الفتيات هي خوفهن من المنافسة مع الآخرين هذا الخوف لا يؤثر على حياة الفتاة في صغرها فقط بل سيكبر معها وسيؤثر على قدرتها على العمل والتنافس مع زملائها للحصول على مناصب مرموقة ان خوف النساء من المنافسة قلل من مشاركتهن في الحياة السياسية وفي مجال إدارة الشركات نرى أن أقل من 15% من المديرين التنفيذيين هم نساء وحتى في المجالات الأكاديمية وغيرها نرى أن عدد النساء اللواتي يحصلن على مناصب قيادية كبرى قليل جدا لخوفهن من المنافسة ضد الرجال على الرغم من امتلاكهن للكفاءة والقدرة فما الحل؟ لتشجيع الروح التنفسية لدى الفتيات وتنميتها بشكل صحيح على الأهل تحدث مع بناتهم حول فكرة المنافسة والهدف منها فالفكرة من المنافسة ليس الفوز والخسارة بل التخلص من الخوف عند مواجهة الآخرين خاصة الذكور وكلام الأهل له تأثير إيجابي كبير في نفس فتياتهن لذا كنوا حذرين عند انتقاء كلماتكم كما باستطاعة الأهل الاحتفال بإنجازات فتياتهم مهما كانت صغيرة لزيادة حماسهن عند المنافسة ويمكن التحدث عن إحدى الشخصيات المشهورة التي تمتلك روحا تنفسية وشرح كيف ساعدها حب تنافسي للوصول إلى النجاح ولكن دعني أكشف لك عن أهم الميزات التي على أي فتاة أتحلي بها وهي ما ساعدتني شخصيا على تجاوز العديد من التحديات في حياتي الفصل الرابع التعاون مهارة مهمة تساعد الفتيات في حل مشاكلهن بأقل وقت وجهد خلال مسيرة المهنية اكتشفت أن أكثر ميزة ساعدتني على تجاوز الصعاب كان التعاون مع الآخرين فالتعاون الجماعي يساعد في حل أصعب المشكلات بسهولة وفي هذا الموضوع يقول جيمي كاساب كبير مسؤولي التعليم في جوجل إن المستقبل الذي ينتظر أبنائنا يجعلهم بحاجة أكبر لتطوير مهارات التعاون التي تساعدهم في إيجاد حلول سريعة للمشكلات وذلك كنتيجة للتطور السريع والكبير في مجال المعلومات في دراسة أجرها باحثون من جامعة مينيسوتا على أطفال في عمر الرابعة والخامسة إذ طلب منهم تشغيل جهاز عرض الأفلام بأنفسهم لمشاهدة فيلمهم المفضل لوحظ أن الفتيات استطعنا التعاون أكثر من الذكور من هنا نكتشف أن ميزة التعاون الجماعي هي مهارة طبيعية لدى الفتيات وهذا ينقلنا إلى معرفة كيف يمكن للأهل استغلال هذه المهارة يبدأ الأمر منذ الصغر فعلى الأهل إشراك فتياتهم ببعض الأعمال التعاونية وفي المدرسة على المعلمين إضافة بعض الأنشطة الدائمة التي تتطلب التعاون ولابد من تغيير الفرق باستمرار بهدف اكتساب خبرات عملية بالتعامل مع الأقران المختلفين ومن هنا لا بد لنا أن نتطرق لميزة تسهم في نجاح عملية التواصل مع الآخرين ألا وهي التعاطف من أهم الدروس التي يمكن أن نقدمها لأطفالنا هو تعليمهم كيفية حل المشكلات بشكل تعاوني منذ سن مبكرة خلال عمل في اليمن والسعودية وأفغانستان وفي مخيمات اللاجئين السوريين لحظت أن تعاطفي معهم سهل عملية تواصل مع الجميع فالتعاطف مهارة طبيعية لدينا وهي تساعدنا على كسر الحواجز مع الآخرين ولكن ما يغفل عنه الجميع أن التعاطف أو ما يعرف الآن باسم الذكاء العاطفي يعد مهارة ضرورية لفتياتنا للنجاح في المستقبل فضلا عن فعاليته في تنمية الإبداع والابتكار لدى مختلف الأشخاص وتحسين قدرتهم على اتخاذ القرارات ولحسن الحظ لقد أثبتت الدراسات أن التعاطف غريزة تولد معنا ولكن يمكن تطويرها مع الزمن لتصبح عادة وأسلوبا حياتيا ثابتا لذا فإن أول خطوة على الأهل فعلها هي القيام بالتعاطف مع الطفل فإذا لم تتعاطف مع طفلك منذ صغره فسيكبر دون معرفة ما هو التعاطف أو ما فائدته في الحياة وكما نعلم جميعا فالأطفال يقلدون أسرهم لذا عليكم كأهل ممارسة التعاطف مع الآخرين أمام أطفالكم كمساعدة أحد الأصدقاء والأقارب ولكن على الرغم من أهمية جميع الميزات المذكورة سابقا والتي على الفتيات التحلي بها هناك ميزة تعد متطلبا أساسيا في عالمين المعاصر أتعرفها؟ إنها مهارة التكيف الفصل السادس في ظل التطورات الكثيرة أصبحت مهارة التكيف مهمة للنجاح خلال اجتماعات مع طلابي وزملائي وأولياء الأمور تكررت كلمة واحدة كثيرا وهي التكيف فالجميع يخاف على الأطفال من عدم مقدرتهم على التكيف في ظل التطورات الكثيرة التي تحدث في العالم فالتكيف هو أحد المهارات الحياتية التي على فتياتنا تعلمها ليتمكن من نجاح وفي لقائي مع كيت شاتوك مسؤولة التوظيف في شركة كورن فاري أخبرتني أن من أهم المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل الآن بموظفيهم هي قدرتهم على التكيف السريع إذن كأهل كيف نطور هذه المهارة لدى بناتنا؟ بداية على الأهل إخبار فتياتهم أن العالم يتغير باستمرار وعليهم التكيف مع هذه التغيرات وتشجعهن على مواجهتها دون خوف أو تردد ويمكن أخذ الفتيات في رحلة لمكان جديد والطلب منهن التكيف معه كالذهاب في رحلة إلى مدينة جديدة أو بلد جديد أو إشراكهن في مخيم صيفي وجعلهن يتدربن على التكيف دون مساعدة وهنا يجب إبلغهن بأنهن قد يرتكبن بعض الأخطاء ويفشلن في التكيف السريع مع البيئة الجديدة وهذا ما سيساعدهن على التهيئ نفسيا لمثل هذه المواقف وتوقعها ومحاولة تصحيحها بسرعة إن الطريقة التي نربي بها فتياتنا منذ صغرهن تحدث فرقا كبيرا هناك أشياء يمكننا القيام بها لمساعدتهن على النمو ليصبحن نساء بالغات لا يتمتعن بالمرونة والثقة والشجاعة فحسب بل ويعرفن أيضا كيفية استخدام تلك السمات المهمة للانطلاق إلى الساحات التنفسية واغتنام الفرص المثيرة عندما تتاح لهن الفرصة حتى عندما يتطلب ذلك منهن المواجهة وجها لوجه مع شخص آخر إن منح الفتاة حرية التعبير عن آرائها وأفكارها يزيد من ثقتها في نفسها وبالتالي يساعدها على تحسين مهارات التفاوض والتي تعد من المهارات التي تحتاجها النساء للحصول على مناصب قيادية كبرى في المستقبل لذا على الأهل تشجيع فتياتهم على المشاركة في المصابقات لتنمية الروح التنفسية لديهن إذ إنها أحد المهارات الحياتية التي تساعدها على النجاح في حياتها الشخصية والعملية ولا بد من استغلال مهارتي التعاطف والتعاون التي تتميز فيهما الفتيات بشكل أكبر من الذكور إذ تسهم كل من هتين المهارتين في حل مشاكلهن وتحسين تواصلهن مع الآخرين وفي ظل كل هذه التطورات أصبحت مهارة التكيف أهم مهارة للنجاح في المستقبل عليهن استغلالها كان هذا باختصار كل ما تحتاجه الفتيات لخوض مجريات هذه الحياة وتقلباتها بحلوها ومرها ترجمة نانسي قنقر